شباب مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اليوم سوف نتحدث أو سوف نقوم بمراجعة مشروع جديد هذا المشروع فهو يعتبر حاليا من بين أفضل المشاريع الموجودة في ساحة الكريبتو لأنه يمشي بشكل جيد جدا سعيد أنه لديه استراتيجيات في التصويق وستراتيجيات في جلب مستثمرين فالمهم شباب سنرى طريقة ربح المال من هذا المشروع طريقة الاستثمار وكذلك كيف يمكنك أن تجمع رأس مال من خلال هذا المشروع المهم شباب لن أطلع عليكم أكثر من هذا أترككم مع الشرح إذن شباب كما قلت لكم فمشروع اليوم فهو مشروع ميلود الضوغ على المشروع الجديد أو هذه العملة الجديدة التي تم إطلاقها حاليا على منصة بينكسيل أو الإطلاق الخاص بها على منصة بينكسيل سوف نقوم بمراجعة هذه العملة كما ترون هذا هو اسم العملة نيم الخاص بها ميلود الضوغ سيمبل الخاص بها ميلود هنا لدينا توتال سوبلاي وهنا تاسك أو الفيز الخاص بهذه العملة سواء في البي أو سيل فسوف نقوم بمراجعة هذه العملة المميزات الخاصة بها السوشال ميديا الخاص بهم أو الكوميونيشي الخاصة بميلود الضوغ فالمهم شباب أول شيء كما ترون أو أول شيء سنذهب إلى بينكسيل كما ترون العملة حاليا فهي لايف سيل لايف على منصة بينكسيل والجيد في الأمر هو أنه نسبة الشراء كبيرة جدا لأن المشروع كويسي زائد أوديت زائد سيفو كما ترى المشروع فهو مؤمن والكثير من اليوتيوبر زين يتكلموا حول هذا المشروع بأنه مشروع واعد ومشروع جيد يمكن تحقيق من أربح أكيد أنا أقول هذا فقط لمراجعة هذا المشروع ليست نصيحة استثمارية في حال كنت متن بهذا المشروع قم بالبحث الخاص بك حول إمكانية الاستثمار في هذا المشروع وإمكانية ربح منه إلى غير ذلك فأنا أقدم لك إلا مميزات خاصة بهذا المشروع إلى غير ذلك فالملاحظ أكيد أن المشروع عليه إقبال جيد جدا نسبة الشراء كبيرة فالصوفتكاب لدينا فقط 10 bnb ولكن حاليا وصلوا 35 bnb وتبقى فقط يعني كما ترى هنا يوم واحد أو يومين تقريبا على ما أظن فبالنسبة للمعلومات الخاصة بالتوكن بريسيلة أدريس توقن نايم ميلو ضغ توقن سيمبل ميلو ضغ توقن أدريس لدينا هنا توقن أدريس لدينا هنا توتال سوبلاي فتوتال سوبلاي عدد كبير جدا توقن في البرسيل لدينا بريسيل فهو الانطلاق كان يوم 14 اليوم أو بالأمس تم الأوليسية تم انتع من البرسيل في هذه الفترة أو يوم 17 كما ترى هنا أكيد الإطلاق على منصة بانكيك سواب كما ترى هنا فبالنسبة للأوديت أو الكي واي سي هنا سوف نجد الكي واي سي الخاصة بالمشروع معلومات متعلقة بالكي واي سي كما ترى بروجيك نايم بيبل فيريفيد كما ترى وان بيبل هذا يعني بخصوص الكي واي سي الخاصة بالمشروع فأكيد لدينا حتى يعني الأوديت فالمشروع فهو كما ترى يعني هدية المنصة الخاصة بالأوديت أولى الأوديت عن طريق سوليد بروف كما ترى في هذا المكان سوف تظهر لنا المعلومات الخاصة بالأوديت كما ترى هنا يعني البي دي اف هناك مشكل في الرابط فأكيد نعود إلى هنا هنا سيفو كما ترى أني المتعلق بالكوين سولت كما ترى هنا يعني المعلومات الخاصة بالمشروع إلى غير ذلك نعود إلى الصفحة الرئيسية ونكمل يعني بخصوص المعلومات كما قلت لكم فالعملة يقول لك أنه لا يوجد خدع وكذلك لا يوجد حشيال حول إمكانية يعني النصب إلى غير ذلك زايد أن الفيز فهو قليل جدا فقط 4% وليس أكثر من هذا أو أقل من ذلك بالنسبة للتوكنوميك الخاصة بالتوكن 50% بري سيل 21% زايد يعني 11% خاصة بالديفلوبمينت أو التطوير 17% سيتم حرقها بالنسبة للروت ماب الخاصة بالمشروع كما ترى هنا فالمشروع حاليا يعني في مرحلة يعني البري سيل الأول يعني إطلاق البري سيل لدينا هنا يعني بالنسبة للبرتنر إلى غير ذلك هذه بعض المعلومات الآن نذهب إلى السوشيال ميديا الخاصة بهذا المشروع والكوميونيتي سنجد أنه لدي كوميونيتي كبيرة جدا 12 ألف فولورز على منصة X أو منصة تويتر تفاعل كبير جدا كما ترون يعني بخصوص التفاعل فهو جيد جدا يعني التفاعل يبين لك شيء واحد وهو اهتمام الناس في هذا المشروع لغير ستجد يعني كل البوستات فهي لديها تفاعل جيد جدا نعود إلى هنا ونذهب إلى التليجرام الخاص بهم ستجد أكثر من 13 ألف شخص على منصة أو المجموعة على التليجرام كما ترون هؤلاء هم الأعضاء سوف تجد يعني نسبة كبيرة من التفاعل إلى غير ذلك هذا فقط لأريكم مدى اهتمام الناس أو الشيء الذي جعلني أتحدث حول هذا المشروع إلى غير ذلك وهناك إمكانية لإطلاق العملة على منصة بايننس فكما ترى هنا تم نشر هذه التدوينة عليها الضوغ بإمكانية أنه يتم نشر المنصة أو نشر العملة على منصة بايننس فالمهم سبب هذا كل شيء بخصوص فيديو اليوم لن أعطي لعليكم أكثر من هذا نلتقي في الفيديو القديم إن شاء الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة